أولا غياب الفهم الدقيق العميق عند المتطفلين على موائد العلوم الشرعية وبضرب المثال يتضح المقال طبعا حضرتك تعلم أن لكل زمان ظروفه وأحواله وأوضاعه فكان زمان في بعض التراث الديني لظروف معينة تتعلق بالبيئة آنذاك فظهرت مصطلحات دار إسلام ودار كفر ومصطلح الجزية ومصطلح أهل الذمة طبعا هؤلاء الناس يعكفون على أصنام فكرية يقولونها إن وجدنا أباءنا كذلك يفعلون لكن مع تطور الزمن والمكان والاجتهاد والمستجدات والمستحدثات ينبغي أن تعالج هذه الأمور أولا المواطنة وأنا أعلم الأستاذ حمد رز من المهتمين بالمواطنة المواطنة جعلت لا أقول الآن على المسيحي ولا اليهود الموادع أهل ذمة لأن كان زمان بقولك أهل ذمة يعني في ضماني في ضماني كمسلم لكن لا أصبح الآن يخضع لدستور الوطن والقانون الموجود يبقى يخضع لدستور الوطن على قدم المساواة مع أخيه المواطن سواء كان متدين أو غير متدين يبقى المواطنة ألغت مسألة إننا أقول أهل ذمة وعلى فكرة وصف ما كانش معيه لكن لا يلائم الوضع الآن تجوزوا الزمن انتهت تاني حاجة إن كان زمان لأمور تختص بتطبيق التشريع الجناء الإسلامي لم يوجد لا هويات لا بطاقة رقم قومي لا جوازات سفر لا حدود يعني دولية رئيسة فإحتاج الأمر من الفقهاء كعمل اجتهادي لم يرد لا في القرآن ولا السنة ولكن كعمل اجتهادي من باب السياسة الشرعية النمو أطلقوا على المنطقة التي فيها غالبية المسلمين دار إسلام وعلى المنطقة المقابلة دار كفر طبعا الآن برضو مع وجود وظهور المواطنة والمواثيق الدولية والمعاهدات وأصبح في حدود ما بين الدول وأصبح في جنسيات يعني أنا أركز بقع الجنسية فالجنسية بتدل على القومية يعني أستاذ حمد رزق معاه جواز سفر مصري يبقى معناه أن ده مواطن مصري يبقى إذن لا يقال الآن لدار إسلام ولا دار كفر فمصر وكل البلاد العربية والإسلامية وغير كده لا هذا التصنيف منسوخ لكن الشرزمة المأجورة المدفوعة ما زال عندهم مسألة الزمة ومسألة دار إسلام ودار كفر أيضا المسألة الأخيرة في هذا وده ردنا على سؤالك الثمين جدا الثري جدا الدقيق والعمير أنه مسألة الجزية أيها الجزية آية في القرآن الكريم لكن بتتكلم عن وضع طارق وليس عن وضع دائم بتتكلم عن وضع طارق زي آية القتال هل آية القتال أنا أتعبد بيها اليوم القيامة أنا أؤمن بيها أستخدمها حينما تأتي الظروف التي تتوافق معها طب لم تأتي الظروف لا تتوافق معها أنا أقرأها كنص قرآن مقدس على العين والرأس يعني حضرتك مثلا هل آيات القتال الآن التي بتفهمها خطأ جماعات العنف المسلح من القعدة والطلبان وحرام والدواعش والأجناد والنصرة والتنظيم الخاص للإخوان إلى آخره هل آيات القتال يستخدمونها ضد الوطن طبعا لا ولذلك سيدنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الراحل عليه رحمة الله في عصر طبعا الزعيم جمال عبد الناصر وأنا أتعمدت أجيب العبارة دي عشان مقويت الرئيس لأن الرجل ده كان ليه جهود كبيرة جدا في الوحدة الوطنية وفي الشؤون الإسلامية والمسيحية بس نعرف أن الحلقة ليست خاصة عنه لكن المهم أن سيدنا الشيخ محمود شلتوت كتب كتابه ومجلة الأزهر الشريف مشكورة طبعته اسمه آيات القتال في القرآن الكريم كان نفسي أبا بكر البغدادي كان نفسي أقل السكاري بتاع الإخوان كان نفسي العصابات المجرمة اللي عمل تصرح وتمرح في بلاد محمد وما توجهه صوب إسرائيل بكلمة ولا طلقة قد تبال حضرتك يقره هذا الكتاب ويعرفه أن القتال المشروع غير الإرهاب المذموم ها فعند دي للمشروع